يواصل سيادة المطران كير جوزيف جبارة زياراته الرعوية في مختلف مناطق الأردن يلتقي خلالها أبناء الكنيسة للاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم تفاصيل زيارته إلى رعيتين مرج الحمام وجبل الحسين في هذا التقرير زيارات رعوية متعددة يقوم بها سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلدلفيا وسائر الأردن يلتقي خلالها رعاة الكنائس ومؤمنيها حيث قام سيادته بزيارة رعوية إلى كنيسة النبي إلياس للروم الملكيين الكاثوليك في مرج الحمام ترأس خلالها قداسا احتفاليا بمناسبة عيد شفيع الكنيسة النبي إليا بمعاونة الأب جورج شريحة راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور جموع من المؤمنين وكشافة الكنيسة وجوقة وأخوية الرعية لتقن يا رب رحمتك علينا بحسب التكالنا عليك وفي عطة القداس تحدث سيادة المطران جبارة عن قبول كلمة الرب ونبذ كل الآلهة الوثنية من حياة الشعب مبينا أن كل من المال والسلطة هم آلهة وثنية وأن وجوب العبادة تكون مقصورة لله وحده السلطة هي للخدمة إذن يوم النبي إليا جاي حتى يذكرنا بهذه الأمور حتى يقلنا في أصنام كثير بحياتنا والصنام مش هو الحجر بس مثل ما لتلكون بيقدير يكون إشي كثيري علينا نحط بمكانه ونعرف أنه عبادتنا هي لله الواحد أمين وبعد نهاية القداس افتتح سيادته حديقة الأطفال التابعة للكنيسة ثم توجه إلى حفل استقبال ألقى فيه أمين المجلس الرعوي الدكتور حنى قاقيش كلمة أشار فيها إلى إنجازات الرعية وعن آمالهم وتطلعاتهم ثم تبادل سيادته مع الرعية الحوار والنقاش في عدة قضايا تهم الجميع كما قدم الأب شريحة وكشافة الرعية هدايا تذكارية لسيادته واختتم اللقاء بتبادل الصور التذكارية بمناسبة هذه الزيارة الرعوية المباركة وفي السياق ذاته وبمناسبة عيد شفيع الكنيسة النبي إليا قام سيادة المطران جزيف جبارة بزيارة رعوية مماثلة لكنيسة النبي إلياس للروم الملكيين الكاثوليك في جبل الحسين حيث ترأس سيادته القداس الاحتفالي بحضور السفير البابوي المطران ألبرتو أورتيغا مارتن وقدس الأب مودي هنديل رعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة وجموع المؤمنين من أبناء الرعية وفي عطاة القداس شكر سيادة المطران جبارة الأب هنديل لجهوده الطيبة في خدمة الرعية داعيا الحضور إلى الإيمان الصادق اقتداءا بنبينا الشفيع الياس ثم قدم الأب هنديل كلمة ترحيبية بالمطران جوزيف جبارة شكره فيها على زيارته الكريمة لرعيته في جبل الحسين والإطمينان على أحوالهم كما ألقيت كلمة أخوية أم النور التي استعرض فيها نشاطات الأخوية على مدار العشر سنوات من عمرها تلتها كلمة عن مجلس الرعية التي تضمنت شادة كبيرة بالتاريخ المسيحي في المنطقة وبالذات على الأرض الأردنية المباركة ترجمة نانسي قنقر